مالك مكتب الرسمية يجوا مثلاً لعندي ليش هيك شعره؟ لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب معي صار بيحرفوا الويد اللي بعمرك شو عني سرطان؟ لا شو بتفسيه؟ إذا أقول لك شو عني؟ الوجع والتعب انت اليوم عمرك؟ عشرة بأي عمر عرفتي انه محكس سنين كيف عرفتي؟ اذكر كيف ماما خبرتني كيف؟ كان عمرك خمس سنين ايه؟ بعدك منذكر اللي هلأ؟ مين خبرك الماما خبرتك؟ ايه؟ شو خبرتك الماما؟ خبرتني انه انت معك سلطان بالدم احتقادي شوار بالمستشفى شو خبرتك عن رحلة العلاج؟ شو قلتلك؟ قلتلي هو كيمو احتقادي عيدة بأيدي كان احيانا كتير يهد كنت تاخد الكيمو بالمستشفى وترجايا عالبيت؟ لا لماذا كنت تبقى بالمستشفى؟ انه يا توتا مناعتي يتطلع حرارتي ليسر عندي مثلا بكتيريا شو كان اصحب شي بفترة العلاج؟ اول ما قصوا لي شعري هو كان عم بيهر يعني من الكيمو كان ازبار يهر فصار يهر صار اللي حكى ما يطلبوا انه مقصوا مقصوا هيدا كان اصحب شي؟ بعد في呵ى أصحب وقت الوقت كانو بدو ينشيلوا عيني يعانو store وتتمنعتي بالكانسر فهو دع subsidiات عريصي لو ما استعصلنا العين كان طلعت على العقل يعني كانة فيه مدة ساعتان يا افقد حياتي ايفقد عيني تذكر من اللحظات وما هم بكيت كنت تشوفيها دهيماً عم تبكي لا قبل كانت تعمل حالة قوية وتبكي وراء لتقويني إلي ما تفرجيني أنه هي عم تبكي شو اللي كان يضعفك أكتر شي تنمر حتى أثناء المرض كانوا يتنمروا عليك أول ما هر شعري يجو مثلاً لعندي ليش هيك شعرة ليش يلتي له عينه للصابة وأنا بنت من بعد ما عملتي عملية استقصال العين تتذكر شو خبروك؟ إيه شو قالوا لي؟ خبرتني أمي بعد ثلاثة أيام إنه؟ إنه استقصالوا العين ما عرفت بنفسي اليوم كانت حرقة من جوة ولكن إذا بدك تعبر بدك بده يصير لعائلتك كلها يعني هينه يصيروا عم يبكوا من واجعك أنت ما عبرتي أبداً؟ وأنا عم بتخبرني بهدوء وهي عم تبكي هايدي كانت تاني مرة بسوف عم تبكي ظهر بابا من الحمام كمان عم يبكي أما أنا من جوة محروقة وبدأ أخبر بس ماني قادرة سكت حالي لما فرغين عن وجعي أنا كنت موجوعة ومضيقة كثير من شو مضيقة أكتر شي؟ كنت مضيقة أنه ما عم تقدر تشوفي بالعين الثانية أو مضيقة من الشكل يلي كان بعد العملية أو مضيقة من التنمر اللي بلاشت تسمعي شو اللي كان أكتر شي عم بضيقة؟ أول مرة شفت حيالي بالعبراي استغربت كثير صرت أبكي بيني وبين حيالي لما يشوفوني أهله صرت مثلاً قلّا لو مام تنزل جوبلي شغلة فأطلب مني حيالي شغلة إنو كنت كثير حب الوحدة ليش تحب تكوني قاعدة واحدة؟ صير غني أتأكد إنو المصل لمليان لأنو إذا المصل فضي بتعيطلن يجي يحطوا بدالو فكنت أتأكد إنو ماما فلت وإنو مصل مليان لحتالي أبكي وغنى وأرسم حتى كنت أرسم إشي حزينة أول ما أفرح خزق الإشي الحزينة وكبة أرسم شي بدال وفرح كان في مكان للفرح بالمستشفى؟ يعني كان في أمل كان في ألم، كان في وجع كان في تعب في مكان للفرح بالمستشفى؟ ايه؟ قلت أصحاب كثير بالمستشفى ايه؟ لما كنت تضعفي أنت كثير من شو كنت تخافي؟ كنت خافي سير مثل ما صار لرفيقتي شو صار لرفيقتي؟ مادت كنت بالمستشفى أنت؟ شخص رغمي هكذا وجبدت معي حين تظنهم لن أجب Kitty أنت أيجcr أظن أنت أحب حيث ف فاستغربت كثير فقالت لها ماما لاي خليني اروح معك فقالت لي لا ما فيك تروحي فاااااااااااااااااا بعد شهرين ثلاثة إلا أرجعت عرفت ماوتا كانت أول مرة ماما بتشوف لها مصرخ في أوقات اللي مرض بكون أقوى ايه بس إذا أنت كنت مجمع قوة وإيمان أنت اللي هتتغلب علي مش هو اللي هتتغلب عليك نجع نحكي بالأمل كتيري عن الحلم الأول إليك انتصرت على العلاج حلمك الثاني شو هو؟ اتطوع بصليب الأحمر شو هو؟ اتطوع بصليب الأحمر هيك فرض مرة هيدا حلمك حلمك أنك تطوع صليب الأحمر ليش بيك تطوع بصليب الأحمر؟ ليش لأنني ساعد المرضى المرضانين لأن قوة قوة المرضى المرضانين إنه إذا هن ما تقووا يمكن يفقدوا حياتهم كان الصليب الأحمر يقويكي أنت خلال العلاج؟ لا كان يأخذني على المستشفى هو الوحيد اللي كان يقدر يخليني أنزل لتحت وللو ما كان في صليب أحمر؟ ما كانت قدرت أنزلت ما رأيك اليوم؟ نحقق أو نبدأ نحقق حلمك أنا كنت بدي أحققه مع رفيقتي الله يرحمها إنه كانت كمان عندها حلم إنه تطوع بصليب الأحمر فبلشت تروح وتاخد متل جلسات شو اسمها؟ مينيرفا مينيرفا فكانت الله يرحم على مينيرفا وتحية لروحها وروح كل طفل فرقنا بدي أحقق حلمي وحلم مينيرفا الله يرحم نبدأ لك الحلم من اليوم؟ معقول معقول؟ طيب غمضة عينك غمضة عينك وبدك تحقق شو قلت؟ أني أطوع بصليب الأحمر وبدك تحقق تبلش تحقق لك حلمك من اليوم صح؟ ما بعرف فتحي عينك